ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمسؤولين والضيوف من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين لمناسبة شهر رمضان المبارك وأشار سموه إلى أهمية تبني أفضل الممارسات في مواجهة تحديات قطاع الطاقة والتي تشكل جزءا هاما من تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أمن الطاقة بما يعزز الشمول الاجتماعي والاقتصادي عبر الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المتأثرة بصناعات الطاقة من خلال تغيير السلوكيات وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع واختتم سموه اللقاء بتقديم الشكر والامتنان لكافة العاملين في بابكو انرجيز والشركات التابعة للمجموعة نظير جهودهم الكبيرة وعملهم الدوب وحرصهم على اتباع أفضل الممارسات المهنية وتطبيقها على النطاق الواسع لتحقيق نظام طاقة مستدام يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 اشتركوا في القناة